السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيب ينسل على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايكات وشير وسبسكرايب كومنت حلو لما تشوفي الوصفة هنعمل النهاردة كابسة بطريقة لذيذة كابسة حيل ممتازة وهنا يعني لو في حق تقنية توصل لكم الريحة الرز مع الكشنة غير طبيعي الريحة مش قادرة وصفالكم وشايفين الرز قدقين فلفل هنقولها لكل الاسرار والتكات اللي طالع معاك كابسة حلوة طبعا مكة قادرة بشعابها فانا النهاردة عملت كابسة حيل من عند اليوتيوبرز السعودية الستة مونة قبوري شاف من الدرجة الاولى وهي كلها على بعضها كده حاجة امروية فنفست الكابسة على طرقيتها وطلعت وهمية فابنبعت لها الف تحية والف سلام ما لا يشكر الناس لا يشكر ان شاء الله تجربوها وآآ هتتبستوا عليها كابسة لذيذة ومختلفة والميزة ان فيها كمية خضار حلوة قوي تخلي الولاد يكلوا خضار حتى الكبار يكلوا خضار ومن حلوة الخضار هتسيبوا الرز والدجاج وتاكلوا الخضار شايفين الرز مفلفل والخضار مش مهري هنقول على كل الاسرار ازاي تطلعيها بشكل حل على الرغم اللي يشوف شكلها يقول ان هي اخدت وقت طويل في الاعداد هي سهلة جدا ما بتاخدش مراحل كتير وآآ فضيعة لايكات وشير يلا بصراع نشوف عملنا كابسة اهل حايل باي طريقة نبدأ صحابي آآ بسم الله آآ حطيت شوية زيت وحطيت فصين مستكة اوكي بس الحلة تقريبا كان فيها نقطة مية ونزلت هنا بحوالي بصلايا متوسطة كده مفرومة وهننتظر حتى نحمس البصل او نشوحه او نقليه حتى يصير شفاف يعني يدبل بس البصل ما نريد اللون يتغير ثواني هننتظر عليه بس ثواني هنا بقى مجموعة البهرات دي هكتبها لكم في صندوق الوص البهرات اللي انا استخدمتها هدمجهم كلهم لان انا هحتاج منهم آآ جزء هنضيفه الحين وجزء تاني هنحتاجه مع الكشنة او حشوة الرز اللي بنعملها بالبصل والزبيب فهناخد كده يعني تقريبا تلت تربع مع الدجاج ونخلي الربع هنستخدمه مع الحشوة هنبدأ اصحابي نقلب التوابل وطبعا المفروض كنت انا اضيف التوابل الحب في البداية بس انا انسيت بس ملحوقة ما فيش مشكلة ورق غار لومي عماني آآ هيل رونفل قرفها آآ دي التوابل الحب او التوابل الصحيح عندي دجاجة دي تقريبا حوالي وزن كيلو ومئتين غسلتها ونضفتها كويس جدا ويتابلتها ملح وفلفل فقط هبدأ احط الدجاج ونبدأ ننتظر كده حتى يتشوح الدجاج يعني يقفل مسامه من الجهة الاولى وبعدين نقلبه على الجهة التانية مباشرة احنا مره دي الدجاج يستوي بس مجرد آآ آآ يتشمع او يقفل المسام فالخطوة دي بتبقى حلوة بتمنع الزفارة الدجاج هنا معي حوالي فصين توم مهروسين ناعم هنزلهم انا ما بحبش اضيفي التوم من الاول علشان التوم ما يتحرقش وبعدين يديني طعم من الضريف عندي حبة طموط مبشورة بضيفه في النهاية كده على اساس احس بتعم التوم وفي نفس الوقت ما اعملش حمو او حرقان في السدري اثناء الاكل يعني اضفت واحدة طماطم مبشورة واضفت حوالي معلقتين كبيرة مع الجون طماطم اللي هي الصلصة وهنقلب كل المكونات الريحة مش قادرة وصفها لكم رهيبة يعني فاخر من الاخر هقلب الدجاج مره كمان عشان بس يبقى واخد من نكهة البصل والتوابل والسلصة والطماطم طبعا تقدرت هي السيدة مونة كانت عاملها باللحم بس انا عملتها بالدجاج صراحة لو تحبوها باللحم اوكي ننزل طبعا لازم يكون مياه سخن اه ما يفعش مياه بارد عشان ما يعمل كيس زفرة للدجاج وهنسيب الدجاج يستوي هنا هاخد بقى حوالي كمية بصل يعني الكمية التقديرية يعني تقريبا دي حوالي بصلوية يعني برضو متوسطة مفرومة نزلت بزيت ممكن تضيفه زبدة او سمنة برحتكم بس انا بحسة يعني الاكل بالزيت بيكون اخف فطبعا المادة الدهنية حرية شخصية هندبل برضو البصل حتى يدبل شوية بس ثواني برضو مرد لونه يعني يتغير او حاجة وهنزل بحبة التوابل اللي خلتهم من التوابل اللي استخدمناها مع الدجاج ونقلب الريحة هتبدأ تطلع وهنزل معاهم حبتين فلفل حار وهنتظر بس يدبل ونزلت كمان شوية حوالي كده بتاع ربع كوب من الزبيب او العنب الجاف او الكشمش كل واحد حسب ما يحب يسميه ونقلب ونخليها على النار هادية حتى بس البصل يترسلنا هنا اصحابي معايا خضور معايا جزر معايا بتنجان معايا كوسة معايا بصل صغير وقطعتهم كلهم تقطيعات كبيرة ومعايا فلفل بس الفلفل هتضيفه اخر خمس دقايق عشان الفلفل بيتهري بسرعة هناخد من هنا اصحابي اخدنا شوية الدجاج خلاص يعني داخل في السوى اخدت شوية من المرأ بالبصل بالتوابل اللي في الدجاج واضفتها على الخضار وهسيب الخضار يستوي على نار مش هياخد عشر دقايق هنا بقى معايا تلاتة كوب رز طويل الحبة اللي هو انديانجيت اللي هو بوابة الهند مخصول ما نقع نصف ساعة وصفناه وهنبدأ نضيف مية سخنة طبعا 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 زبطنا الملح والتوابل متزبطة الكميات مزبوطة هنزبط بس الملح وهنبدأ النار طبعا لازم تبقى شغالة على نار عالية حتى يبدأ الرز ان هو يتشرب يغلي بقوة ويبدأ يتشرب ويكون فيه فجوات كده على السطح هنشوف الخطوات تانية هنا اصحابي خلاص الرز اهو شايفين غلب قوة هنبدأ نجيب الكشنة او الحشوة الرز اللي هي البصل مع الزبيب مع الفلفل الحار ونضيفها على وجه الرز طبعا عشان تتبخر من طعم الرز والدجاج وهي اصلا البصل والزبيب بيدي طعم غير طبيعي للكبسة هغطي بقى الحلة بتاعتنا ونخليها على النار هادي هتاخد عشرة نشر دقايق هنا شايفين الخضار خلاص استوى اخر دقاتين بس اضفت الرز السوري الفين الفل فلفل اخضر واحمر عشان ما يتهريش مني بيحافظ برضو الخضار يبقى مستوي وفي نفس الوقت محافظ على شكله هنا اصحابي خلاص شايفين بعد اتناشهر دقيقة تقريبا الرز لما بيبقى منقوع ما بتاخدش وقت في التسوية الرز مفلفل والريحة بتاعت الكشنة هاي دي عطي ريحة ضمار رهيبة بمعنى كلمة رهيبة يعني اهو شايفين والخضار استوى هبدأ بقى نقدم قدمت حط غرفة الرز اول وبعدين حطيت الدجاج في الوسط ورصيت الخضار زي ما انتم شايفين الخضار بيبقى الميزة ان انت بتقطع الكوسة نصفين الجزر نصفين الفلفل القطع كبيرة البتنجان اللي هو طويل هادا بيبقى اه تقطع البتنجان على حبتين نصفين يعني هو لازم يبقى حجمه كبير عشان الخضار في استوي وفي نفس الوقت ساعة التقديم يدينا شكل حلو ويكون محافظ على شكله ما يتخيريش منك شايفين الرز والله من شاء الله يعني اه لو في حاجة توصل لكم الريحة رهيبة اه الرز خطير الريحة مش قادرة وصفى لكم الرز عير ومصبوط طبعا الرز الكوب بياخد اه حوالي اه كوب الرز بياخد كوب وربع مية واد انتو شفتوا البهارات ان شاء الله هكتبها لكم فيه صندوق الوصف وصفة سهلة وسريعة وهتعتمدوها مختلفة عن الكابسة العادية اللي احنا بنعملها اه يعني طعمها ورحتها رهيبة ان شاء الله هتجربوها وتطبستوا عليها هشوفكم فيديوهات جاي كتير السلام عليكم